لش الزمان روحها ترقع سجد السلام عليكم ما رح اقطع اللقطة هاته اللي تسول فيها صديقي بهنوة و احنا قاعدين على البحر الحين هذا اللي يدامكم شوفونا على الجسر هذا يسمونه جسر جابر الجديد طبعا هذا بحر شوفونا لسان البحر و احنا قاعدين على اليال او على الشاطئ مثل ما تسمونا المهم القصة اليوم بما ان الشباب اللي قاعدين جنبي شباب متزوجين فالقصة هذي تصلح لكم في شاب سوري هذا الله يسلمكم كان يشتغل في الكويت قاعد له تقريبا اول ثلاث سنوات اربع سنوات و ما شاء الله يعني جمع له مبلغ حلو ورجع لديرته علشان يتزوج المهم ويشوفونا هلا بنت الحلال وهو من اهل اللاذقية وتحديدا في منطقة ينقال سلمفة سلمفة هذي موجودة على البحر في منطقة اللاذقية اجواءها جدا جميلة وشي خيال المهم شافوا لابنت ينقال لها في ريال في ريال في البداية يعني كانت رافضة الزواج و اهلها قالوا لها يعني ما راح تحصلين شاب مثل الولد هذا اللي ينقال لها احمد شاب متعلم و ما شاء الله شغيل و ساكن في الخليجة الحين شغال هناك وضعها ممتاز اضغطوا عليها و كذا وافقت لكن الرجل طلب منها طلب اللي هو الزوج احمد بعد ما اكتبوا كتابهم وتزوجوا قال لها انا بس ابيتش تنتظرين علي سنة ارجع للكويت اعد الوضعي و نجي هنا نسوي العرس قالت اوكي ما في مشكلة و فعلا راح الرجل رجع و اشتغل و كذا و رجع مرة ثانية اللاذقية و سوى عرسه لكن البنت يعني بدت شوي شوي التعود على علاقتها مع زوجها هذا احمد احمد شاب جدا محترم و مثقف و مؤدب و اخلاق و ما عنده سوابق المهم قاعد لها تقريبا اول شهرين ثلاثة قال لها انا خلاص راح ارجع للكويت و بعد فترة اضبط الاوراق و علشان اجي بالزيارة و بعدين تكوني الاتحاق بعال عشان يعني نستقر في الكويت عند شغلي يعني قالت اوكي ورجع للكويت بعد ثمانة اشتغل ضبط نفسه وجهز الاوراق ورجع كذلك مرة رابعة حق سلمفة اللي هي في اللاذقية علشان يجيب زوجته منه في ريال فاول يوم اوه قاعد عنده هناك شافها متغيرة عليه لكن قال ممكن عشان يعني لاني مسافر ومنها الكلام ولا يمكن زعلانة اول يوم ثاني يوم ما حسبشي الرجل يعني وضع طبيعي بالنسبة له المهم في احد الايام في ريال هذي اثناء غيابه وجوده في الكويت لها علاقة بشخص وهذا الشخص جيرانهم وكانت اول يعني مخططة معاهن زواج وكذا لكن هذا شخص عطالي بطالي ما عنده يتزوج وانسان سيء وحتى اهل في ريال يكرهونه فتزوجها احمد بعض ضغوطات على البنت في ريال فكانت تتخطط مع منه العشيق هذا انه اذا جاء احمد رجع اللاذقية وهو عنده فلوس وعنده كذا انه نحاول نتخلص منه باي طريقة قال لها خلي الموضوع عندي وهذا جارهم يعني من اصحاب السوابق وعنده افلام مواجد قال لها شوفي انا عندي خطة لازم ننفذها قال لها شوفي اليوم الايام وخليني ادخل البيت وخبيني لما يجي زوجك ويدخل البيت خلي الوضع طبيعي وحطي له منوم في الاكل اذا نام انا ادخل عليه واقتله وندفن في نفس البيت ولا حد يدري واذا احد سأل نقول له انه يعني رجع احمد رجع مرة ثانية للكويت قال لها توكي او فعلا تواعدوا انه ينفذون العملية في اليوم مثلا نقول يوم الاثنين في الساعة عشر لانه احمد ما يجي البيت يعني الا الساعة 11 و 12 فتكون اهي مدخلة للعشيق ومخبيتها في البيت لكن هاليوم من حسن حظه احمد انه جاء البيت مبتشر جاء ساعة 9 قبل لا يوصل العشيق وقبل لا يدخل البيت اختربت الخطة فقالت له خلاص نشوف يوم تاني قالها اوكي اليوم اللي بعده ويجي العشيق في وقت يعني مبكر على قولاتهم علشان يتخبه يخافوا انه احمد يجي بأي لحظة اوه فعلا ويتخبه داخل المطبخ دخل الزوج واستقبلته زوجته في ريال يا هلا ومادري شنو يا مرحب وتعال وسويتلك الاكل والعشة خليك قاعد صار وصوت للعشة وحطت للمنوم شنو الاتفاق اللي بين البنت اللي في ريال وبين عشيقها يعني متى يدخل العشيق على زوجها متى طبعا هني الغرابة في الموضوع الغرابة في القصة اللي راح تصدمكم قالت حق العشيق اذا انا كحيت راح اكح اذا كاسمعت الكحة يعني انه خلاص نعس ونام ادخل انت وقتله قالها اوكي كلا المسكين احمد العشة وحسب التعب وراح الغرفة يبي ينام المهم وهي قاعدة جنبها قبل لا ينام بالغرفة يعني تنتظر متى ينام علشان تكح وسبحان الله وتجيها الكحة عفوية وتكعه قبل لا ينام الرجل يعني قبل لا يتمكن منه المفعول ويدخل منه العشيق على الاشارة اللي متفقين عليها ولا احمد الى الان صاحي يوم شاف الرجال صدم طبعا هذا كان غدر فيه طبعا ماسك سكين وهذا يبي ينام مسكين لكن تماسكه وهذا طعن احمد كذا طعنه قاتله لكن احمد بدأ يقاهم يحاول يمسك السكين جرح الرجال وكذا ومطارح وشاف الزوج شي غريب اثناء المشاجرة مع هالرجل هذا طبعا الزوج عرف منه هذا هذا احد الجيران يعرفه ما توقع انه له علاقة بزوجته المهم امطارح امطارح وكذا شاف انه زوجته كانت تتحاول انه الداري الموضوع يعني لا هي اللي صوتت مثلا ونادت الجيران ولا صرخت ولا ساعدت زوجها لا بالعكس قامت كفرت باب الغرفة وتحاول تتأكد انه احد جولها وهذا قاعد يطارح مع العشيق حس بي الله عليك المهم احمد وصل مسكين الى مرحلة انه مفعول المنوم قوي جدا والولد مصاب بطعنات قاتلة اغم عليه هذا المجرم يوم شاف احمد طاح قال خلاص اكيد مات واحمد كذلك تسبب فيه اصابات للمجرم هذا وقاعد يصارخ قال احسن ما ننفضح خلق وهو خلاص راح يموت خلنا نقفل البيبان وانا اهرب وفعلا الزوجة هربت العشيق من البيت وكانت مطمئنة انه منه احمد مات شوي ولا احمد قايم ضايخ ويحاول يزحف شافت منه الزوجة توقع وش سوت كملت عليه قاعد تضرب فيه بالكرسي وهذا يقاوم وربك ما اعطيه هو ويسحب ويسحب وقام يقاومها خافت منه من المنظر دم وكذا ويطيق فيه تحاول تذبح مات بيوصل الباب المهم الرجل طالع من باب شقته وقاعد يصارخ لتموا على الجيران وطاروا فيه المستشفى لما خذوه الاسعاف وخذوه الأطبائي بدخلون غرفة العمليات شا قال لهم قال لهم اللي قتلني واحد ينقاله فلان فلان وهذا جارنا وزوجتي ترى لها علاقة في الموضوع وهلي ساعدت عطاهم متفاصيل كاملة دخل بغيبوبة ودوا غرفة العمليات لكن ما لحقوا عليه وتوفر رجال لكن سبحان الله لو لأنها ما كحت بالغلط كان حين الجريمة صارت متكاملة يذبحون ويدفنون وخلاص يقولون سافر ما حد يدري عن السالفة بس لو لأنها لو ملكحها وخلاها أنها يقاوم كان ما مفضحت السالفة ما لكم بالطويلة يوم جوعد المستشفى بلغوا رجال الأمب بالموضوع وأن هذا المصاب قبل لا يتوفى كان يقول أن اللي اقتلى فلان وزوجتا متأامرة جو رجال الأمن حق الزوجة ولا منهارة وتبتشي حبيبي يا أحمد أنا شو بدي أعمل من دونك يا أحمد وتمثل قال شو جابولا عاد الوكيل العريف ما المركز شو أحمد ويسحبها من أفاها وتعترف بالسالفة بالكامل وين فلان يدورون عليه ولا من حاش من اللاذقية رايح الرقة الحقوا هناك ولقوا القبض عليه وحكموا عليهم أهم الأثنين في أول درجة بالإعدام ما أدعوا عاد نفذوا فيهم حكم الإعدام ولا لا الله لا يبارش فيهم وهذا نهاية صالفتنا وبعطيكم صالفة بعد قليل فمان الله مع السلامة